تلقى وزير الخارجية سمح شكري اتصالا هاتفيا من سيجرد كاخ كبيرة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة وأعرب شكري خلال الاتصال عن رفض مصر لاستيلاء بعض العناصر على المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى رفح الفلسطينية وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بحمايتها وضمان وصولها إلى مستحقيها وذكرت الخارجية في بانا لها أن الاتصال جاء في إطار حرص المسؤولة الأممية على التشاور مع مصر قبل تقديمها لإحاطتها الشهرية لمجلس الأمن حيث تناول الاتصال الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل المعقات التي تضعها إسرائيل على دخول المساعدات وتزايد حدة الكارثة الإنسانية في القطاع ترجمة نانسي قنقر